أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليه دمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشريد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصدا سياحيا مهما ونقطة استقطاب بارز للاستثمارات العالمية جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة حيث استمع رئيس الوزراء لعرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة واشد دمت بولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة حيث واجه بتشغيل السينمات والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم وأكدا ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة كما طلع رئيس الوزراء على تفاصيل تنفيذ استثمارات في ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع المرافق وقطاع الإسكان وكذلك قطاع الخدمات بما تضمهم من مشروعات مختلفة حيث بلغت الاستثمارات التي تم انفاقها بالفعل في المشروعات المنافذة بمدينة العالمين الجديدة حتى الآن 61.9 مليار جنيها ما سهم في توفير 100 ألف فرصة عمل بالمدينة أول مدينة شكرا